اشتركوا في القناة وليس مأذونا بالنشر فيه كلام لا ينبغي نشره لا لأنه باطل يا أحمق ليس لأنه باطل لكن لأن في نشره جملة من المفاسد فالمصلحة الآن الآن تقتضي عدم النشر وقد تقتضي المصلحة فيما بعد النشر فهذا ليس إليك كم هؤلاء الحمقى والمغفلين الذين جروا على الدعوة السلفية الويلات وشمتوا بنا الأعداء وجعلوا دعاة السنة وطلاب العلم يعني شماتة وسخرية من كثيرين صحيح فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم